هم يحققوا أفضل نتائج سيقة كبيرة شايفها فيك ومبسوط بها جدا وأكيد جامهيري النادي الأهلي حاسها بسعادة مش بس بقى الأحداث ولكن قد تضع الأقدار الأهلي أمام مازينبي في النهائي خارج مصر ودي بتبقى مباراة قوية جدا لو حصلت أنا كنت سعيد أني أنا مقابل لهمش في الدور ده وزي ما حيك تفضلت وقلت أنا كنت مع مازينبي وحققت معهم نتائج كويسة وكسبت معهم في دور أفريقيا واعتقل له في الوقت وفقنا وصلنا للنهائي وكان حظنا كويس ويبقى عندها فرصة أن نجيب الكاس من مازينبي حابقى سعيد جدا طبعا أن أعمل ده وحابق كل عندي وحابقى فخور أن أروح مع النادي الأهلي وأكسب الكاس من هناك من إدين مازينبي ونجيب للنادي بطولة أفريقيا جديدة تتحط دواف لدولاب الجوائز والبطولات أنا فخور بلعب باسم النادي الأهلي نادي البطولات وأتمنى طبعا لو جيبنا الكاس من مومباشي أعتقد هتبقى حاجة كويسة جدا بالنسباني وتجربة إنسانية رائعة بالنسباني وهذا يثبت لنفسي أن أنا قادر أعمل ده وأعتقد إحنا قادرين نعمل ده ونحضى اللاعبين هم قادرين هم يعملوا ده وحققوا الإنجاز برا ونجيب لمصر لأكبر فرقة في مصر لها 70 مليون مشجع نحقق لهم نتيجة كويسة ونجيب لهم الكاس من برا أكيد ده سيبقى شعور رائع بالنسباني أكيد شعور رائع وأكيد في ثقة في الفريق وفي ثقة في حضرتك لبنباشي ومباراة مازينبي مالعب مازينبي هو مالعب الرعب أنا نفسي حضرت فيه أكتر من مباراة وهو مالعب صعب جدا جدا وأنت كنت مدير فني وشاف أن الملعب ده صعب لكن شاف فيك ثقة كويسة جدا وثقة عند الفريق ودي بتطمن كل جماهير النادى الأهل أنا بحاول بس أوصل اللاعبين حماسي أنا بشكر مرة تانية أفراد الجهاز المعاون لي وأنا بطلب منهم يشتغلوا جامد وأنا بشتغل جامد وبشكل دوري المباراة ورا بعضها وأنا بعتقد ما فيش أي قسم لعبناه يشتغل علينا زي ما هشتغلنا عليهم بنحضر كويس جدا المباراة ومباراة مباراة بعد مباراة التفكيز بيزيد وبعد مباراة الثقة بيزيد وبنزل المباراة نزل المتوضعين وهدين وعندنا ثقة كبيرة أنها هنكسب وإقدارة النادي بتوفر كل الوسائل للجهاز لأفضل جهاز اللاعبين أشياء أفضل نتائج وإحنا كلنا عايزين نحق نتائج كويسة وعايزين نحق ألقاب وإحنا كالجهاز لازم نتعب وأكثر وده شوء جزء من طبيعة عملنا عشان نحق أفضل حاجة اللاعبين علاقة كبيرة جداً وقوية بتربطك بالجهاز المعاون واضح جداً في كلامكم وانتوا في التدريب واضح أيضاً في بعض مناقشاتكم أثناء المباراة نفسها إيه العلاقة اللي ماشي بها النظام بينك وبين الجهاز الفني هل هي علاقة التشاور هل هم بيحددوا قدامك المطلوب وانت صاحب القرار ولا قرار تعاوني فيما بينكم؟ أنا حظي كويس إن معايا بشكل يومي بشوف كبتة محمد يوسف مساعد ومدير كورة دي طبعاً عندي فرصة رائعة بالنسباني لأن حلقة الواصل بين مجلس الإدارة ومع رئيس النادي وبيننا ويوفرنا وقت كبير جداً افتخاذ القرارات ووصول المعلومات وأنا برسك بمجلس الإدارة مرة تانية لأنه في أي حاجة كبتة محمد يوسف بيوصلني وجهة نظر ومسندة إجاز مسندة أعضاء مجلس الإدارة العالية وأنا شايف احترام كبير جداً من أعضاء مجلس الإدارة القرارات الجهاز الفني القرارات الفنية وبالنسبة لمنظومة النادي العالي كلها سعب بيأخذوا قرارات تأديبية أنا باحترمها طبعاً لأنه في لوائح داخلية لازم تخترم تخترم من جميع أفضل الجهاز وفي حالة دي المنظومة النادي العالية بتاخد القرار ليش الجهاز الفني وأنا بساعد قرارات دي بكل قوة لأن دي حاجة بترجع للوائح النادي ولازم أحترمها كلامك كلامك